اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنقا الأعزاء نلتقيكم في هذه المساحة لتغطية الحملة التي أطلقتها مجموعة معا ضد الاقتصاب والعنف الجنسي والحملة تعنا بدعوة طرفي أو أطراف النزاع في السودان وغيرهم للتوقيع على سك الالتزام بحظر العنف الجنسي وإنشاء آليات للمحاسبة ومنع الإفلات من الإعقاب للوقوف على تفاصيل الحملة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي سنصدف عدد من الفائلين في الحملة ونبدأ بالأستاذ عبدالعزيز سام وهيشوفه يقول لنا شنو حول الحملة بسم الله الرحمن الرحيم أنا عبدالعزيز رسمان سام من حملة معا ضد الاقتصاب والعنف الجنسي هذه مجموعة سودانية بتهتم بمحاربة هذه الظاهرة السيئة الاغتصاب والعنف الجنسي في السودان ونسبة للحرب المشتعلة لمدة 13 سنة حتى الآن من 15 أبريل لغاية الآن ما حصل وقف لإطلاق النار عشان الناس تسعى في أنه تتعامل مع هذه الجريمة البشعة جدا الاغتصاب والعنف الجنسي وعدم وقف إطلاق النار ما مكن الشعب السوداني بكل مؤسساته بتاع المجتمع الأهل والمدني من أنها تصل لأطراف الحرب في أنها ما تستهدف المدنيين خاصة النساء والتنكيل بهم هذا المستوى من التنكيل الذي رجلت الاقتصاب والعنف الجنسي 13 شهر من الحرب المستمرة بلا وقف إطلاق نار بدأ أي انقطاع والناس ما بتقدر تصل فقدت الحماية فقدت يعني الحق في الحماية يعني الحق لسه ما بسقود برضو الأمن ما موجود بالتالي برضو العون الإنساني ما موجود ففي الظرف هذا الحملة صممت سق للالتزام بحضر الاقتصاب والعنف الجنسي في حالات النزاعات المسلحة في السودان السقدة مضمون أن الحملة تصل أطراف النزاع والأطراف المحتمل أنها تكون تمارس مثل هذا أو يعني من المحتمل أنها تكون في مسألة العنف الجنسي أطراف الحرب الحركات المسلحة وناس كتار جدا يعني ممكن يكون مضطور حتى المجتمعات الأهلية المدنية حتى يعني العنف الجنسي يعني واحدة من الجرائم الشائعة جدا وبتمشي بلا حساب خاصة أن الضحايا شريحة ضعيفة قد تسكت قد يرفض لا أهله والمجتمع ذاته ما بقبل أنه الناس التي تعرضوا لهذه الجرائم أنها قصة الوصمة وقصة الصدمة ذات الصدمة قوية بالتالي الحملة بتسعى لأنها توقف هذه الجريمة لا نستطيع أن ننتظر إلى الحريب يجيب قد يكون الجرائم اكتملت والجنافلة من العقاب فالتصميم بتعلصت في أن الناس تصل الأطراف وهي تلتزم يعني this is a unilateral commitment التزام شخصي مثلا الحكومة الجيش والحركات المسلحة المعاها وكل الناس حاملين السلاح الدعم السريع وكل الناس المعاه كل المجتمعات بتدعم هذه الأطراف بتتكاتل أنه يصلوا لأنه الحملة لأنها تصلهم في أنه يوقعوا commitment التزامات سقوق مصممة في أنه بس يعني تصميمنا على حماية السكان المدنيين وغيره من الأشخاص الذين توقفوا على المشاركة بالعمال العدائية أو أصلا ذاته ما شارك في العمال العدائية مثل النساء وصغار السن وأنه كل السودان ده في حالة بتاعت بالنرابلتي فهقدر الحماية لأنه الدولة أجهزة انتهت وأنه النساء والرجال والفتيات والفتيان يمكن أن يكونوا جناة وضحايا للعنف الجنسي أجهزة ممكن يكون ضحية وممكن يكون جاني في مسألة العنف الجنسي وكذا فبالتالي ده مسألة مهمة جدا ومصدر أنه نحن في أنه نتبنى هذا النمط من السقوق أنك تصل لأطراف الحرب وللأطراف المحتملة أنها تكون مطورة في الأمر تصلهم على المستوى الفردي وتخليهم يلتزموا ويوقعوا لو الطرف ده يلتزم براه والطرف ده يلتزم براه لأنه فشلنا في أنه نجمع الطرفيين الحكومة العالم كله فشل في أنه يجمع طرفي الحرب في السودان في أنهم يوقعوا وقفة لغنار وبالتالي يفتحوا كورو دورس ويوصلوا ويوفروا الحماية الناس فاقدين الأمن والحماية الآن يعني ما في أمن وما في حماية وما في عوان إنساني وفي أي زول معرض لأنه يختل وأنه يختصف وأنه المسائل فإحنا في وضع خطير جدا بالتالي حملة ما كانت تنتظر الحرب دقيقة عشان تشتغل بالتالي الحملة الآن اليوم في المؤتمر الصاحب بتاعه حتعلن عن بدء تطبيق هذا المشروع بتاعت سق الالتزام بأنه زول ما يحتدي ولا يحظر نفسه يلتزم بأنه لا يمارس عنف جنسي ولا يختصف لكل الأطراف الموجودة ننتقل الآن الأستاذة سليمة إسحاق وهي إحدى الفاعلات في الحملة للحديث حول تفاصيلها عندنا التزامات إقليمية والتزامات دولية تجاه إيقاف العنف الجنسي موقعة وموجودة وأي حاجة إليها علاقة بإيقاف العنف الجنسي في المتصل بالنساء ولكن ما يهمنا أنه يكون في صق سوداني ودي حاجة كبيرة جدا جدا ونقلة كبيرة وابتكر دي أحسن حاجة ممكن تكون حصلت لينا في تاريخ عملنا تجاه إيقاف العنف ضد النساء خاصة فيما إليه إيقاف العنف الجنسي ضد النساء لما يكون في صق سوداني معناها دي صناعة سودانية جات من الناس عارفين الوضع السوداني المحتوى حقه الوضع البيئي الجغرافي الثقافي قدروا يضعوا لنا خطوب أساسية سودانية قومية حشان تساعد في إصلاحات حاجات كثيرة نحن كرساء بفتكر أنه واحدة من الهم الحاجات الممكن نخرج بها بهذه الحرب بأنه ننهي ظواهر العنف الكثيرة ضد النساء وخاصة مظاهر العنف الجنسي في مناطق النساء في النزاعات أو العنف الجنسي اللي بيكون جزء من العنف السياسي أنواع العنف المختلفة اللي تمرد بها المرأة السودانية في مختلف القصور نحن أتكر من الحرب إذا بنخرج بأي مكتسب بيكون لنا ننهيها تماما ويكون فيها بالنسبة لنا الإفلال من الإعقاب حاجة مستحيلة تحصل ويكون فيها بالنسبة لنا آليات المحاسبة الموجودة ويكون فيها العدالة حتتحقق لأنه كل الالتزامات اللي حتكون تليها السقدة حتكون فيها أشياء هي تساهم بشكل كبير في التأهيل النفسي والتأهيل المجتمعي والتمكين الاجتماعي والنفسي والاقتصاد للنساء وما ينفع النساء بينفع المجتمع كله ما عايزي نطلع نحن حتى لو يعني بقدر ما خسرناه في الحرب لما قدر ما دفعناه من الحرب لمن أمننا وسلامتنا وترويعنا وخروجنا من منازلنا أيضا ننتقل للأستاذة داليا أبو الحسن للحديث حول الحملة الخاصة بسكة الالتزام بحضر العنف الجنسي ومنع الفلات من الإقاب سكة الالتزام لخلق بيئة آمنة لجميع السودانيين والسودانيات ودمان العدالة للناجيات والناجيين والمحاسبة هي عبارة عن آلية وهي حركة مجتمعية بالضمع كل أفراد المجتمع والشرائح والمختلفة الالتزام لحضر الاختصاب والعنف الجنسي أثناء الحرب والسلم معنى تدعو كل الإعلامين وبيوت الإعلام والمهنين والرياضين وشرائح المجتمع المختلفة من منظمات وأحزاب سياسية للالتفاف حول هذا الصق والالتزام بمنوده أيضا معنا الدكتورة هنادي المك للحديث حول تفاصيل الحملة والمطلوبات التحية لنساء بلادي التحية لشهداء ثورة ديسمبر التحية للكنداكات في كل بقاع السودان التحية لكل الناجيات التحية لكل من رفع شعار لا للحرب نعم للسلام تعتبر قضية الاختصاب والعنف القايم على النوع الاجتماعي في الحروب السودانية متجزرة بعمق في تاريخ البلاد وذلك حيث تعرض النساء والفتيات لتحديات كبيرة تؤثر على حقوقهن وسلامتهن بشكل مباشر وتبرز ماسات النساء التي يدفعنا سامنا باهظا جراء هذه الحرب لا يكفي أنهم هما نازحات لاجئات بل يستخدمنا كأده في الحرب ويستخدم العنف الجنسي كوسيل للإرهاب وإزلال المجتمعات ويستخدم أجسادهن كساحات للمعارك مما يترتب عليها أثار نفسية وجسدية طويلة المدى على الناجيات ويعزز مناخ الخوف والرعب داخل نفوسهن مما يؤدي إلى إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب ويشجع على استمرار هذه الانتهاكات الخلفية التاريخية معروفة من 1955 والحروبات التي تهرد في السودان الحروبات الأهلية كلها إذا راجعنا التواريخ المؤثرة على حياة الدولة السودانية من 1955 ل1972 لحد مروراً بالحروبات الأهلية الثانية من 1983 ل2005 وإتفاقية نفاشة والتي الناس تؤسمنا فيها الخير بأنها تكون نهاية لحقبة طويلة من الصراعات والانتهاكات الجسيمة على أجساد النساء لكن إظهر نزاع جديد ويتخطى على جبين دارفور وهو 2003 ثم 2005 وحتى الآن بعد ذلك بيجينا استغلال أو انفصال الجنوب وذي برضو ما يصحب من انتهاكات على النساء في جنوب السودان ثم ثورة ديسمبر التي انطلقت من إغليم النيل الأزرق كانت يوم 13 ديسمبر وذي خطت بداية لعهد جديد وكان الكنداكات والنساء السودانيات بظاهرات بشكل بارس وكانت المواقب تبدأ بظهرات منهن لكن كل هذا طاحت به انغسام أو افضل الاحتسام وما حصل فيه من انتهاك ومن قتله من تعزيب ومن اختفاء قصري لكل الانتهاكات التي ممكن تخصل ويمكن هي كانت حاجة كارثية وصولا ل 15 أبريل 2023 وهي كانت قمة الكوارث التي حصلت على النساء السودانيات من اختصاب وانتهاك لكل الفئات المجتمع أطفال على نساء على الرجال ولا يمكن تقديم يعني أرقام حقيقية ذلك للوصمة بتاعة الاختصاب لذلك جاءت الحتة بتاعة معن حملة معن ضد الاختصاب والعنف الجنسي ودي كانت هو الحملة اجتماعية القرض منها رفض الانتهاك ولفض انظار المجتمع المحلي والدولي لبشاعة الكارثة اللي حاصلة على النساء الفلسفة اللي بتقوم عليها الحملة معن ضد الاختصاب اللي هي بتقوم على انه هو عمل طوعي فيه تعاون وتضامن وفيه شفافية وفيه مستاقية عالية جدا جدا وحيادية وفيه ثقة بيقوم علي على المرونة والابتكار هنا طوالي بخلنا قول انه هو من الاشياء اللي ممكن تكون مبتكرة في الحملة اللي هي الحتة بتاعة اللي كان بصدد اليوم انطلاق مؤتمر اللي هو اعلن عن سق الالتزام ضد الاختصاب والعنف الجنسي وده سق الهدف منه بناء مجتمع متسامح محترم يعزز دور دولة الحكومة وارتطاع الخاص ومنظمات القير حكومية في محاربة الجنس العنف الجنسي المنون المنطبيهم التوقيع على السق هم طرفي الحرب وفي الحتة دي هنا السق نادى حتى الجهات القير مشاركة الجهات المسلحة القير مشاركة في الحرب انها توقع في السق ده لانه سق اخلاقي بيقوم على الاخلاق وقيم المجتمع ورفضوا للجريمة او الانتهاك الكارثي البيقى على فئات المجتمع وبالذات النساء من ومن الاطراف مفترض يوقعه الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمعية بكل تصنيفات مختلفة الاجهزة الامن والسجون مؤسسات التعليم والصحة شركات الشركات الخاصة القطاع الخاص القطاع العام الانت الرياضية ودور الرياضة الطرق الصوفية والخدمات الدينية دواوين الادارات الاهلية ومؤسسات الحكم المحلي دي كلها الجهاد زائد الفاعلين والفاعلات في المجتمع الدولي في المجتمع المحلي والدولي كلهم ينوض به انه يوقع على الاستقضاء لانه هو بيأكد عليك انه بيقوم على انه يعني بياخد في بيقوم على على مبدأ الاخلاق وعلى انه الحملة والصق بيقوم على انه عايزين نبني مجتمع متسامح محترم وانه الصق بيقوم فيه شروط تلزم او نلتزم بها رسميا انه بالالتزام بالحظرة المطلق للعنف الجنسي ضد اي شخص جزي ما قبل قلنا انه كل فئة المجتمع اذا كان اطفال اذا كانت نساء اذا كانت رجال اذا كان رجال سواء كان مدنيا او في عضو في القوات المسلحة للدول او في جهة مسلحة من غير الدولة اتخاذ دبيع التدابير الممكن من المنع والاستجاب ده برضو واحد من الشروط بتاعته انه بيضمن حماية الاشخاص او اتخاذ التدابير اللي بتضمن حماية الاشخاص المحرومين من حريتهم ومن ضمان حماية الاشخاص المحرومين من حريتهم من العنف الجنسي السعي لتزويد ضحايا العنف بالمساعدة والدعم النفسي والدعم القانوني والدعم الصحي لمعالجة اثار العنف الصقد لا يلقي او يوائم السكوك اللي بتشبه واللي بتشبه بتعالج نفس القضية اليوم تم انطلاق هذا المؤتمر الصحفي واللي اعلن فيه عن صق الالتزام وحملة ضد الاختصاب والعنف وفيه فيه بنود يعني تعالج كل النواحي اللي ممكن تحتاجها الناجية او الناجي اللي هي من الناحية القانونية والناحية الدعم النفسي والصحي بالاضافة لانه الصقد لن يؤثر سكة الهزام على وضعنا القانوني عملا بالبنز الصلة في المادة ثلاثة المشتركة في اتفاقية الجنيف مورخة من 12 اغسطس 1949 وكلنا بنرغب في انه تنتهي الحرب ويعم السلام وكل النساء عافية معافات ناجيات من العنف محفوظة حقوقهن وننعم بمجتمع محترم متسامح يقدر وتنعم فيه المرأة والنساء بحقوقهن في قتام هذه الحلقة بنشكر ضيوفنا الأعزاء على الإفادات المهمة القدموا علينا وبنشكر المستبيين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء وبنقول لكم إلى اللقاء